السلالة الجديدة أو السلالة الثالثة من كوفيد 19 تداولة السوشيال ميديا هذا الموضوع وتنشوف اليوم مشكلة عن الإصابات أيضا معدلها بدأ يرتفع جدا اليوم تقريبا 8000 إصابة حتى نتكلم أكثر حول هذه السلالة الجديدة وشنو الفرق بينها وبين السلالة اللي قابلها يعني بالستوديو الدكتورة مها عدنان القيسي اهلا وسهلا بي دكتورة أهلا وسهلا بي شون سهلا بي دكتورة السلالة الثالثة شنو الإيجابية جديدة يعني هو تعرف الفيروس نحن أي فيروسات وخصوصا هي الفيروسات اللي تصيب الجهاز التنفسي يصير بيها ممكن أنه طفرات جينية وتحولات طفيفة بالفيروس ولهذا شوف حتى إحنا اللقاحات مثلا في ما يخص الإنفلونزة تكون هي سنويا يعني هو مو مثل مثلا أكبقية أمراض مثلا التياب الكبد للفيروس مثلا هي ثلاث جرع تأخذها وبعد خلاص لأن كون هذه الفيروسات تحور نفسها وتغير الغلاف الخارجي يتخلي الجهاز المناعي ما يتعرف عليها مثل ما بقية الفيروسات لهذا ممكن أنه تصير بيها إصابات جديدة يعني خلال فترات متباعدة خصوصا من ينخفض مستوى الأسام المضادة بالجسم وهي تكون محورة تكون ممكن أنه إصابة جديدة تصير داخل جسم الإنسان لو بالفيروس نفسه هو كل فيروس من يدخل ده يشكل نفسه بالخلايا البشرية يستخدم الخلايا البشرية لإنتاج فيروسات جديدة ممكن خلال عملية الاستنساخ والفيروس من يستنسخ نفسه ويهي ممكن أنه صير تغيرات طفيفة اللي يسموها الشفت والدريفت هذا التغير البسيط إحنا خلدينا نقول مثل ما نقول واحد كان ولد مم ربي لحية ربه لحية وتغير بشكله ابنية مثلا شعرها طويل سوتها قصير ما تغيرت هي نفس هي يعني كهية هي باقية لكن ممكن أنه أنت ما تتعرف ابنية شعرها أسود سبغتها أصفر حتى نوضح للمواطنين هذا الشي أنت أنا أعرف دكتور مصطفى شعرك كذا وصاحب اللحية ممكن أن تلبس عدسات وتصبغ شعرك وهذه أنا ما رح أعرفك صح حتى في الجهاز المناعي بدي ما تعرف حليه أنا قلت لك تخيل أنا الخلية البيضاء أنا ما أعرف دكتور مصطفى أنا أعرفه ببالي دكتور مصطفى غير الشكل زين دلتا شنو هي دلتا نفس السلالة الجديدة؟ هي السلالة الثالثة طبعاً يا تعرف أنت طلعتين هواية السلالات البرازيلية والإثريقية هاي من الصين صارت لو من الهند وين صارت هاي دلتا؟ يقال أنه مصدرها الهند 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 وصارت تزايد بالحالات بحيث بمعدل يقولك باليوم الواحد يعني الإصابات بشكل كبير يعني ساعات ووفيات يعني عشرة هيك يعني كل ش معدل كان سريع للإصابات والوفيات زين يعني معنات هذه الدلتا معدل انتشارها أسرع من السلالة طبعاً طبعاً حسب ما يقول الدراسات معدل الانتشار 40 إلى 70% أكثر من الفيروس الأصلي زين اللقاح يشتغل على هاي السلالة لو تقل كفاقته حسب الشركات المنتجة تقول أنه يشتغل لأنه دي يشتغلون نظام المناعي اللي دي يشتغلون عليه ما يشتغلون بس على الواجهة يشتغلون يعني RNA وك يعني أنه شيء اللي هو ممكن أنه الجسم بتعرف عليه يبقى ثابت زين الخطوات القادمة من وزارة الصحة ومن خلية الأزمة هل ذاهبة لحضرة الجوال مع اقتراب عيد الأضحى المباركة؟ وزارة الصحة طبعاً حالياً تواجه مثل ما نقول إحنا أزمة لأنه صار عندنا ارتفاع بالمنحنة الوبائي طبعاً هذا مشابه للي صار العام الفائت بدت إحنا عندنا خلال الصيف ارتفاع بالمنحنة الوبائي هذا معروف يعني وتزايد بعدد الحالات بعد ذلك أخذ فترة البلاتو إحنا نقول الاستقرار وبعدين انخفض لهذا وزارة الصحة يعني عليها أنه طبعاً تستبادر طبعاً هي جابت أعداد كبيرة من لقاح بفايزر يعني وصلت شحنات كبيرة وحتى بدأ يتوزع اللقاح في مراكز صحية قبل كان مراكز يعني محدودة هو اللي يكون موجود به حتى حتى بالمراكز الصحية بدأت بعض المؤسسات مثلاً حتى وزارة الصحة جابت في أحد الطوابق يعني نوع من أنواع اللقاح اللي هو الزينوفام والسينوفام الأسترازينيكا والسينوفام على مدى المواطن أنه أسهل إليه أخذ اللقاح هذه كلها في سبيل مثل ما قلنا حتى نوصل مناعة القطيع اللي هي نخلي نسبة كبيرة من المواطنين مثل ما سوت إنجلترا تقريباً نوصل 40% منعت القطيع فليهذا تشوف هما بدأوا يعني هاي زلنا ننسى فعلنا وضعية نمو جيدة وردهات العزل المقبطة والمستشفيات مكتظة بالمصابي كوفيد-19 هو أكو طبعاً يعني أكو تراكم لعدد الحالات الإصابات اللي إذا تصير المستشفيات العزل طبعاً بيها يعني أعداد كبيرة من المواطنين حالات الوفيات مثل ما قلنا تتأرجح بين 30 زائد ناقص 5 لحد الآن يعني عدد يعني هذا غير قليل يعني ما مقبوله إحنا وما نعمل إنه ينخفض لحد الآن إنه إحنا ما مضطرين إنه نلجأ إلى يعني مثل الإجراء اللي استخدناه بالسابق أغلاق الردهات الاعتيادية وتحويلها إلى الردهات استقبال مواصنها المرحلة بعد نحن مواصنها المرحلة لحد الآن السعة السريرية للمستشفيات المؤهلة للجائحة هي لم توصل لحد مثل ما نقول الأقصى زين دكتور أخيراً يعني اليوم الزيادة اللي صارت بالإصابات بمعدل الإصابات سببها دخول الموجة الثالث دلتا للعراق أم التهاون من قبل المواطن بالالتزام بالإرشادات اللقائية وعدم أخذ اللقاح مثل ما قلت حضرتك إحنا مو نذب اللوم كله على المواطن بس هو المواطن إلى دور طبعاً مثل ما قلنا إحنا الدول اللي هي مثل بريطانيا ليش وصلت له دب الكمامة إحنا هو المواطن إذا يأخذ اللقاح ويلتزم هو يا براح ممكن أنه دكتور المواطن لمتزم صار لسنة ترى بصراحة لم ينتزم ليش صارك زيالة بالمعدل الإصابات مو قلت لك هذا يعني إحنا سبب بس مو كسبب رئيسي مثل ما قلنا السلالة الجديدة إحنا ما نذب اللوم كله على المواطن طبعاً أكيد يعني ممكن أنه هي هذه السلالة تعرف إحنا العراق ترى بلد منفتح إحنا يعني صح أكو إجراءات بالمرضار وكذا لكن إحنا حدودنا مو يعني تبك أنه مزدودة وغير الدول ممكن أنه تنفذ لك بكل سهولة يعني هذا وضعنا الأمن كبلد العراقي يعني غير مستقر فممكن تجيك هذه الفيروسات من الدول اللي قتلك إذا هو بالهند وراح للصين ما يوصل للعراق كيف رأيك في خطوة اليوم ممنوع السفر إلا في حال وجود كارت للقاح وليس للفحص هو طبعاً هذه وحدة من المخترحات إنه كارت هو حيطبق من الشهر القادم أعتقد يعني من الشهر التاسع إنه بعد إنه لازم تكون إنه عندك فطاقة اللقاح أو إجراء فحص المسحة للفيروس إسبوعياً في حال تونك من الأشخاص غير المؤهلي لحد لا يوجد ناس بدأت تروح للقاح نفس الوضع طبعاً يعني لحدها مواصلين مليون مواصلين مليون مشكلة الدكتورة مهان جداً سعيد بحضورك وحضورك وشكراً لوقتك وشكراً لك شكراً جزيلاً أعزائي المشاهدين أولاً الله يسترعى جميع من هذه الدلتا الجديدة وبالتالي هذه مسؤوليتنا كن من الكوادر الطبية الله يكون نبعوانها واحدة وزارة الصحة وخلية الأزمة والمواطن بما أنه هكو تغيرت السلالة وصالتك السلالة سريعة الانتشار مسؤوليتنا كن نلتزم بالإرشادات الوقائية والتباعد الاجتماعي وأيضاً نذهب إلى المراكز الصحية لأخذ اللقاح اللي يترغبون به اليوم اللقاحات التي توفر رئيس ترزينيكا وسينو فارم وحتى فايزر في مراكزنا الصحية أعزائي المشاهدين ستبقوا في نوع حلقتنا لهذا اليوم وانتظروا في الحلقات القادمة تيمو الله